منطقة كرادة مريم وسط بغداد كما شهدت مناطق في شرقي بغداد انفجارات بسيارات مفخخة حيث استشهد أربعة أشخاص وأصيب 22 آخرون في انفجار سيارة مفخخة قرب تجمع للعمال في منطقة بغداد الجديدة استشهد ثلاثة مدنيين وأصيب تسعة آخرون في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مطعم في منطقة المشتل وفي مدينة الصدر استشهد مدني وأصيب 11 آخرون بانفجار سيارة مفخخة استشهد مدني آخر بانفجار عبوة لصيقة كانت مزروعة في سيارته كما وقع عدد من الضحايا بانفجار عبوة ناسفة في ساحة المظفر بمدينة الصدر فيما فككت القوات الأمنية سيارة مفككة في سوق الحي التابع لمدينة الصدر كما شهدت مناطق أخرى في بغداد عدة انفجارات بسيارات مفخخة وأوضح مصدر أمني للبغدادي نيوز أن ثلاثة مدنيين استشهدوا وأصيب 18 آخرون بانفجار سيارتين مفخختين في شارعي المعهد والمركز بمنطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة بغداد كذلك استشهد أربعة أشخاص وأصيب أربعة آخرون بانفجار سيارة مفخخة في منطقة الحسينية شمال شرقي العاصمة وفي شمالي بغداد أصيب عشرة أشخاص بانفجار سيارة مفخخة في منطقة الكاذمية كما أصيب أربعة من أفراد الجيش بانفجار سيارة مفخخة في الطارمية في مدينة الشعلة شمال غربي بغداد أدى انفجار سيارة مفخخة إلى إصابة تسعة أشخاص بجروح مختلفة استشهد وأصيب 28 شخصا بانفجار ثلاث سيارات مفخخة في محافظة بابل وذكر مرسل البغدادية أن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من نقطة للتفتيش تابعة لفوج الطوارئ الأول في جرف الصخر شمالي المحافظة وانفجرت سيارتين مفخختين سيارتان مفخختان بناحية الإسكندرية مما أدى إلى استشهاد وإصابة 28 شخصا مشيرا إلى أن القوات الأمنية فرضت إجراءات أمنية مشددة عقب وقوع الانفجارات شاهدين الكرام والآن انتظروا